جيبو جيبو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي لكم جماعة تحياتي لكل الناس المشتركة معنا ومناورانا على كناة تدريب كلاب مضيج زمونور وتدريب كلاب البحيرة كابتن ابونور شكرا لكل الناس اللي امتبعانا وزاي ما عودناكم بنقدم المعلومة وبنقدم الفايدة حضرتك عملت بيها عملت بيها ما عملتش بيها دي حاجة ترجع لحضرتك طبعا على رأي الاخ اللي قال هو انت لو بيدخن سجاير تقول للناس اللي عايز يشرب يشرب اللي مش عايز يشرب طبعا يا جماعة احب اعرفكم لأول بس وقول لكم الاخ اللي هو كان اسمه حسن اللي كان متابعنا وكان بيتكلم عننا على صفحة انكز روح يوان بريق مش لاي اي طريقة يهاجمنا بيها مرة بالزيت بسبب ان احنا بنحط الزيت على الكلاب ومرة عيوب في التدريبات ومرة يخترع لنا حية تانية ويخلي ناس ترد على اليوتيوب والله مهما تتكلم يا ابو علي يا روح قلبي يا ابو علي يا غالي يا ابو علي مهما تتكلم احنا مكملين مع الناس وبيننزل حلقات واحنا بننزل لنفسنا وللناس اللي بتحبنا ملكش فيه وما تشغلش بالك وما تدخلش في اللي ملكش فيه ولو مش عجبك روح اشرب من البحر احنا يا باشا مين قال لك علينا زي بيقول لك في الحلقة ما تتكلم راسم يا ريس قول فلان الفلاني تشهير مين انت حتشهر بي انا يعني واحد عمل حلقة وبيتكلم بيقول له اسم واحد مدرب في مصر ومش عايز اقول على اسمه بيوقف الكلاب صفين طب ما انت قلت كده ما تقول يا باشا يا ابو نور اسم ابو نور بيوقف الكلاب صفين وبينادي ويقول لي اسلام يا ابني انت فين في وسطينا انت مين في وسطينا الكلام اللي انت قلته في الحلقة بتاعتك هو اخد بالك اللينك بتاع الجالي يعني واحد بعاتلي اللينك اللي هو حسن ده اللي موصيك تقولي الكلمتين ده اللي بيهاجم ده يا ابني انت مش هتيجي في وسطنا حاجة ومش هتيجي حاجة احنا ناس مربيين كلاب مش كباتك احنا مش مدربيه عشان يوصلك المعلومة والناس اللي جايبك كلابها مقتنعة ان مش موديها لمدره مين قالك ان انا مدرب زيك انت حتجيب نفسك ليه انا مربي يا ابن يا حبيبي انا مربي انا مربي كلاب راجل عندي كلاب وبررب بقى لي يمكن عشرين خمسة وعشرين سنة انت بتقول انك مدرب انا مش مدرب انت مجبش نفسك ليه يا حبيبي انت تتكلم عن نفسك بكل ادب وكل احترام انت بتتكلم بادب وباحترام ماشي لايناعم انا معاك ويمش هحاول اشعر بيه يا باشا اقول ابو نور احنا ولا بنخاف من حد ولا بيهمنا حد لان احنا ما بنعملش غلط الناس حبانا لان احنا وقفين مع اي حد بيربكلب اي حد واقفين معاه ووقفين معاه階 بالطريقة البلدي وبالطريقة الشعبي هو حابب كده واقفين مع الامارات واقفين مع القوة واقفين مع الاوردن واقفين مع الاوليبيية واقفين مع مصر واقفين مع الدول الغرب نفسها انت ملكش فيه اا مايخصاكش احنا بنعمل ايه عايز تفوق الناس بقى كما بتقول اني عايز نفوق الناس وانعرف الناس باماو propeز المدرب ده والكلام دا كله فوق الناس يا باشا على قناتك وقول زي ما تقول ده انت فرح ليا بالنسبالي. انت بالنسبالي فرح ليا. خلي الناس كلها توصل لقناة ابو نور وتعرف قناة ابو نور وخلي الناس تعرف الحقيقة فين والصحف ايه. اه سيبونا بقى من الناس التاف هدية وخلونا في المهم وخلونا في المفيدة جماعة. طبعا ديبو. اه ساحبه جابهنا طبعا كان اه مشكلة ديبو ان ما كانش فيه طاعة. هو الكلب جاي ياخد كرسة طاعة. احنا عايزين نعجل بسرعة عشق فيه واحد جاي بالبهايم وبتاعها يعدي. فا اه ديبو كانو اخد ما اخدش كرسة طاعة. فطبعا ديبو مشكلته ان هو كان كلب معيبر بيتنطق شماله يمين واكيد صاحبه عارف الكلام ده كله. اه اشتغلنا مع ديبو طاعة وحنبدأ ان نمشي نشتغل بيه اوفليش بازن الله. اه ولا بلاش اوفليء معلش يا جماعة ناس. حنبدأ نشتغل بيه من غير سلسلة فلاحي. طبعا? موضوع وفليش ده ما ينفعش. علشان الناس ما تقولش علينا ان احنا بدأنا نتكلم انجليزي. لا احنا بنتكلم عادي خلص بلدي. هنمشي بالكلب من غير سلسلة. بنعوده على كده طبعا من الكلب الهسكي معارفين ان هو بيحب يتنطط وبيلعب كتير. هنشتغل بسرعة كده ونوركه الكلب. لان ما بدأنا نتحرك به. والحركة بتاعته ايه? تمام? قبل الرجل ما يعدي. يلا بينا? ديبو. يلا. شاطر ديبو. برافو ديبو. شاطر. سابت. برافو ديبو. يلا ديبو. يلا ديبو. شاطر ديبو. يلا. يلا. شاطر شاطر ديبو. سابت. شاطر شاطر. طبعا دي هتحركة قعود يلا. شاطر. طبعا دي. دي حبة البداية جماعة بتعديبو. نيجي على جنب كده عشان الناس تعدي. دي حبة البداية. دي حبة البداية جماعة بتعديبو. ربنا يبارك اللي صاحبه فيه وبإذن الله احنا مكملين معاه الكلبة حيبه تمام التمام مش حيبه فيه هيبارة مش حيبه فيه اي حاجة بإذن الله ومشيط ربنا اه وحنتابع معاكم حلقات وحلقات ومعليش برضو اه نحب اتأسف لكل الناس اللي امتبعاني على القناة واقول لهم يا جماعة اه معليش يسامحوني ان انا رديت على الناس ديت في ناس فعلا تصلوا بيا قالوا لي يا كابتن اكسيم بالله العظيم لو رديت على اي حد او اي انتقادات احنا هنلغي اشتراكنا في القناة يعني فيه ناس قالوا لي الكلام ده فعلا اتصلوا بياه في التليفون وقالوا لي الكلام ده لو رديت على اي انتقادات احنا هنلغي اشتراكنا لان انت حتضيع وقتك مع ناس مفيش من وراها غير الخسارة وغير ان هما يحاولوا يشويهوا صور للناس والكلام من ده كل فمعليش يا جماعة انا اضطريت نرد لما لقيت ابو علي العسولة القميلة ده بعيتلي النهاردة اللينك رابط الفيديو بتاع الاخ اللي هو بيشتم فيا وبيتكلم علي وكمان مش عايز يقول اسمي يعني الراجل يشكر والله العظيم راجل شخصية محترمة جدا والراجل محترم جدا ما هوش عايز يتكلم ولا ينت اسمي طبعا اا بس برضو لازم نرد ولازم نعرفهم انتو بتتعاملوا مع مين وبتتكلموا مع مين اا ابو علي كتبلي على المسنجر انا مش حنسيبك لما ترجع عن اللي انت بتعمله مع الناس والكلام ده هو مش حيسيبني لما نبدأ ان انا ننصب عن الناس ونضحك عن الناس ونستغل الناس باسلوب نظب وباسلوب همجي طبعا مش هيحصل كده يا ابو علي يا عسول انت يا قميلة قلتلك ابعتلي رقمك يا باشا على المسنجر علشان نكلمك ونسمع صوتك الجميل انا خايف الاخر تطلع طفل صغير ما اناش عارف انت ايه طفل صغير ولا ملتك ايه ولا جنسك ايه فمهما تهاجم يا باشا انت بتهاجم ابو نور بتهاجم مربي كلاب ليس دكتور او ليس مدرب او ليس اي حاجة من اللي انت بتخيلها احنا مش مدربين احنا ما بنفهمش في تدريب الكلاب احنا بنشتغل بندرب الكلب بتاعنا بطريقاتنا برضو تمام? مش هنقول لك بقى اللي عايز يعمل زي وميعملش احنا بندرب كلبنا بطريقتنا بندرب كلبنا بالطريقة البلدي بطريقة مربيين الكلاب اللي هم في الشؤق في القوة الزغنانة كده في الزرايب احنا ما تدخلش فيه اي حد يهاجم يخليه في نفسه ويخليه في حاله يا اخي لما يبقى فيه مدرب وحش في مصر درب انت حلو واثبت احسن ايه ايه وكمان بتعلق على الفيديو اللي هو بلمشي فيه الكلاب على النار طب يا عم انت انت يا عم شوف حالك يا عم شوف حالك وشوفك لعيشك يا عم عم شوف حالك يا عم شوف حالك وشوفك لعيشك يا ريس يا اللي بتتكلم انت في الفيديو انا مش هنقول للناس الفيديو بتاعك اسمه ولا كناتك اسمه واحلى مساء عليكم من قناة كابتن ابو نور تدريب الشعبي تدريب البلدي كله بنحييكم بصراحة هي طلبت معايا ضحكوا وهزار النهاردة من ساعة ما شفت الفيديو ده الراجل ده فرحني بي والله تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته